موسيقى تنوعت وتعددت بين العروض المسرحية والأمسيات الموسيقية والشعرية وعروض الأفلام وغيرها الكثير من الفعاليات في هذه الحلقة سوف نتحدث عن أبرز ما تم تقديمه في المراكز الثقافية من قبل مديرية الثقافة في محافظة اللاذقية بتنوع واختلاف هذه العروض السلبيات الإيجابيات الصعوبات كيف تجاوزناها حتى وصلنا إلى هذا الحصاد الثقافي لعام 2021 اسمحوا بداية بضيفي الموجود معي هنا في الاستيديو في حلقتنا لهذه اليوم المهندس تمام محمد وهو رئيس دائرة المراكز الثقافية في مديرية الثقافة اللاذقية أهلا وسهلا فيكم كل عامه أنت بألف خير ويعطيكم ألف عافية شكرا بداية استاذ خلينا نستعرض أنا وياك أبرز ما تم تقديمه في المراكز الثقافية مدينة واريفا حقيقة نحن بنا نحكي عن حصاد عام كامل عام 2021 بداية احنا بكل عام هناك خطة استراتيجية تزودنا بها الوزارة طبعا كان في لقاء بداية العام المنصر مع معاون السيدة وزيرة الثقافية وتم أطلعنا على الخطط التنفيذية الاستراتيجية المركزية لوزارة الثقافية التي كانت تضمن عدة محاور أبرزة في مجال تشكيل وعي الطفل كان هناك الاهتمام بتكوين ثقافة الطفل بتعزيز القيام الأخلاقي لديه وكان هناك أيضا اهتمام بالتراس المادي واللمادي وكيفية صونه وإظهاره والمحافظة عليه بالإضافة إلى ركائز العملية الثقافية وهي الاهتمام بالمبدعين والأدباء والمفكرين والاحتفاء بأبرز إنجازاتهم طبعا هذه الاستراتيجية العامة تلاها زيارة السيدة الوزيرة للاطلاع على أبرز الصعوبات وإعطاء التوجيهات للعاملين في القطاع الثقافية الاستماع لهمهم وأيضا استفاضة في شرح الاستراتيجية لبزارة الثقافية الحقيقة كان هناك حوار غني وكان هناك اهتمام بالنوع على حساب الكم كان هناك اهتمام يعني ما بهم الحقيقة يعني كمل الأعمال أو كمل النشاطات المقومة فيها بقدر التركيز على استقطاب فعاليات أو فراق أو عروض جاذبة ومهمة الحقيقة هذه جملة مركزية يعني النوع على حساب الكم يمكن من أبرز المشاكل المنعانية أنه ليس الغرض أنه عروض مسرحيات ملتقيات شهرية لا بدي شوف النخبة تماما الحقيقة طبعا بس بنفس الوقت أني أعطي مجال تماما للإبداعات الشبابية تماما هلأ الجانب آخر من تركيزه من الاهتمام الحقيقة دائما هناك في منشاطات مدير دار أوبيرا في دمشق يعني العروض التي تقام في دمشق يتم أيضا لحظ عرضها في المحافظات أو المحافظات الأوم بينها اللازقية يعني كان في عروض مثلا لأبرز أغاني الراحل بليخ حمدي بقيادة يعني بأصوات وقيادة الفرقة الوطنية السنفونية للموسيقى العربية وأيضا أستاذ بيل معطي رضيطين نحن عم نشوف كام هلأ هون أيدي بأخرا نحكي شوي من أول نحكي على اللي كنا عم نشوفه هلأ حاليا يعني هون كراء الحنين يعني في كراء الحلم كراء الحنين من صافية الحقيقة وتلبية لدعوة من مديرية الثقافة قاموا بنوع من الاحتفاء بالمبدع الراحلي ميادة بسيليس عبر أحياء الأبرز أغانية بطريقة الكراء طبعا قبل الهيدي الأمسي كان فيه أيضا احتفالية لذكرة أسيس وزارة الثقافية اللي منحتفل فيها دوريا بكل عام أيضا شارك فيها كراء معحد محمود العجان الموسيقى أيضا كراء من الرعي الصالح كمان كان فيه كراء من طرطوس بحقيقة كان فيه عروض كلاسيكي كان فيه عرض لفرقة قبالة كمان هذا عرض مؤخرا بلد الشرس طبعا قبالة هي فرقة تحظى برعاية واهتمام من مديرية الثقافة باللاسقية طبعا هي حتى خصصنا لهذه الفرقة يعني مكان تدريب في مركز جبلي مكان إقامة الفرقة ومكان متواجدة وتحظى برعاية دورية وبيعرض أبرز فعالياتها على مسرح ذار الأسدل الثقافي صح وهو كان عرض مميز يعني طبعا بس للتنويهة يعني نحن عمنا غيظ ممفيد نحن عمنا غيظ ممفيد من عملكون ضمن مركز فيه طبعا فيه كم متابعة مشكر بقناة وقريت عن متابعة وعلى الاهتمام وعلى التغطيل المستمر هون كرة الرعي الصالح بقياة الفنان استاذ الياس سمعان كان فيه كرالين يعني لأول مرة بنا عرض كرالين على نفس المسرح ضمن احتفالية الثقافية اصالة وتجدد طبعا يمكن كمان كانت هذه بمناسبة ذكرى تأسيس ذكرى تأسيس وزارة الثقافية حقيقة كان فيه نشاطات منوعة ويعني الحقيقة حرصنا في مدير الثقافية على شمولية الفعالية أو الاحتفالية لمختلف أطياف فن التشكيلي الأطياف الثقافي من فن تشكيلي وعروض غنائية وحفلات وفن تشكيلي ومعارض كتاب يعني حقيقة كل أطياف الثقافي كانت موجودة ومتواجدة يمكن هاي اللي عم نشوفها الحالية من ضمن الاهتمام بالمواهب الشاب تماما الحقيقة في أحد الحفلات لما حد محمود العجان كان فيه أحد الطلاب الفن أو الطالب ودينا حال قادر الأركسترا يعني هذه الحقيقة كان مميز خطوة مميز يعني تسليم الشباب والاهتمام بإبداعاتهم حقيقة هو يعني مميز وحتى كان فيه مقطوعة من تأليفه مم مقطوعة من تأليفه وقاد الفرقة الحقيقة كان شي هذا يعني عمستوى عالي وعالم يخلينا نقول حتى نحن بنشوف ردود الفعل خصوصا هيك شباب مميزين إحنا بنشوف ردود الفعل بنكون ليس منشوف على بالإقبال الجماهيري وحضور الجماهيري طبعا طبعا هون فيه كان فيه ملتقى للحنميني ل village الريواية دورة الأديب صدق إسماعيل الحقيقة كان فيه حضور مميز لأكاديميين وباحثين من الجامعات السورية و لنقاد ومفكرين مهتمين بالشأن الريواية الحقيقة كان حوار غني حول أدب حنامينا وأدب صدق إسماعيل على مدى يومين تم عرض أبرز الإنتاجات وأبرز الحلول النقدية كان في أيضا اهتمام بالفن التشكيلي من خلال ملتقى سنوي من قوفي الحقيقة بالدورة التالية كمان حنامينا كان الدورة التالية تماما ملتقى زكريا شريقي للفن التشكيلي لضم نخبي أيضا من الفنانين التشكيليين حقيقة كمان يعني مقتصر وجوده على المركز الثقافي وإنما تعداه لإشراك أيضا يعني معاهد أو مبادرات شبابية لإيضا يعني المشاركة طبعا والاستفادي من التجارب تماما هو الاستفادي من الخبرات يعني الرسم الحي بيشوف الطالب أو المهتم بالفن التشكيلي كيف الأسازي وكيف الفنانين عم يرسموا كيف عم ي يعني عم ي طبعا هون كان في زيارة اللي درح درح على المسلمين حيث تقيم الفنان التشكيلي ليلة نصير وكان التمانع على السحطة وحقيقة كان قاموا الفنانين برسم بورتريات طبعا طبعا أكيد من خلال يطول بعمره بيعطيه الصحة آمين يا رب كما كان في كورال أوركسترا حلم كان لرواد فرع طلائع البعث كان عرض مميز بتواجد مميز كتير طبعا نحن من باب التشاركية مع جميع القطاعات والفعاليات من منظمات أهلية أو منظمات حزبية الحقيقة كلنا يعني أي مبادرة أو أي موهبة أو أي عرض نقوم باستضافته والاهتمام بتقديم الأرضية وكل ما يلزم لي يعني هذا فينا نتبره ضمن إطار دعم الشباب السوري المبدعي نعم نشوف أكثر من شاب موجود بهيدا الكورال ممكن تطلع منه مواهب عدة تماما أكيد كون الاحتضان الأساسي والفرصة الأساسية فيه شيء الحقيقة عم تقوم فيه الوزارة فيه شيء اسمه حاضن موسيقية للشباب يعني موضوع الشباب وهي يعني اهتمام بالمواهب الشابة والخرجين الأكاديميين حيث يقوم باختيار طبعا تم عرض مسابقة وتم اختيار خمس فرق ليتم احتضانها وتقييم متابعة أعمالها وتقييم الأعمال بالنهاية العمال الحقيقة فيه دعم مادي فيه دعم لوجستي كافة الخدمات لهذه الحاضنة هذا مشروع وليد الحقيقة أتمنى يكون يتم تعميمه على كافة وأننا تحدثنا عن غيض منفيد من أعمالكم اللي قمتوا فيها خلال هذا العام خلينا نحكي بالتفاصيل استاذ تمام لو سمحت فيه موضوع كتير هام بالنسبة لتوزيع العروض ربما غالبية ما تم مشاهدته على الشاشة هلأ برجع بذكر أنه غيض منفيد كان ضمن المركز الثقافي في مدينة اللاذقية تنوع العروض بين المدينة والريف يعني ممكن يكون فيه عرض جدا رائع مثلا شفنا هدون الشباب بكرة الحلم كيف أنا أكون قادر على توسيع هذا العرض ربما بمراكز الريفية ثقافي جبلة ثقافي عين البيضة ثقافي الحفة من أجل التوسيع ضمن الإمكانيات الموجودة عند حضراتكم كيف عالشتوا هذه خليني أنا سميها ربما تكون إشكالية صغيرة لرغبة الناس بمشاهدة هكذا عروض الحقيقة المراكز الثقافية تقوم بعرض دوري أو بعرض شهري لمقترحاتها من خلال محاضرات ندوات عروض شعرية أمسيات شعرية حفلات وعروض سينمائية يعني نحن بمدريت الثقافي قمنا بدعم نشاط المراكز من خلال إرسال فرق الحقيقة في فرق للأطفال بتقوم بعروض دورية بالعطال وبالأعياد وبمناسبات وطبيعة العروض العروض للأطفال عروض مسرحية للأطفال مسرحية طبعا حتى بالمراكز المجهزة بصالة عرض وأيضا بالأرياف البعيدة حتى ممكن بباحث مدرسة أو بساحة القرية نقوم بعرض مسرح طبعا هذا اهتمينا بهالجوانب يعني ما اختصر العرض داخل جدران المركز الثقافي في الريف أو في المدينة تعدى ولاحظنا الحقيقة لاحظنا الحقيقة فرحة كبيرة لأنه يعني بالصراحة في مناطق بعيدة تفتقد يعني إلى وجود الثقافي أو وجود الفعل الثقافي بهذه المناطق يعني حاولنا تعميم مثلا ثقافة المهرجان مثلا بمدينة عرامو ضمن مبادرة بالتعاون مع الباحث حيدر نعيسي قمنا بيعرض مهرجان بالتعاون مع فعاليات القرية أيضا أو فعاليات الناحية بعرض يعني أبرز ما تتميز به هذه القرية من حرف تراثي إظهارة زيارة الأماكن الأماكن التراثية فيها أماكن تراثية وأماكن أسارية بهذه القرية يعني قدر المستطاع وضمن الإمكانيات المتاحة نقوم بتوزيع العروض طبعا العروض السينمائية أيضا قمنا ب وهذا مخصص لبند لحاله لحكي في موضوع العروض يمكن أن يكون أسهل من عرض تأخذ فرقة وتنقل فرقة تماما في صعوبات لوجستية يعني ممكن موازنة يمكن ما غير قادرة على تغطيط مثلا نقل الكرال أو نقل ممكن تجهيزات المركز يعني من خلال مايكات ممكن أنت بتعرف أدرا بالموضوع هذا موضوع تقنية موضوع الصوت ممكن موضوع المولدات أو الكهرباء ما يساعدنا بينما بمركز المديني بيكون ممكن موضوع تجهيزات أقوى أقوى تماما ومستعد لتغطيط فرق يعني بحجوم بس مثلا كونك أتيت على هالسيري من ناقش الوحدة ما في مشكلة هذه الأمور اللوجستية فرضا طيب بالمراكز الريفية ممكن تتوفر خلال عشر تيام خمسة عشر يوم بيئة كاملة لوجستية من أجل عرض مسرحي معين أكيد بهذه الفترة بتعيدوا العرض في حال كان ما أنا قادر أعرضوا بالريف ما في مشكلة كنتوا تعرضوا صح؟ لا قصدك الفيلم السينمائي الفيلم السينمائي مثلا لأنه هذا بده تجهيزات بده الصوت لازم يكون واضح طبعا بالعروض التجارية للأفلام تم إرسالها حقيقة بالفترة الأخيرة العروض التجارية داخل المركز الثقافي ضمن المراكز الثقافي المجهزة بصلاة عرضه بصلاة إسقاط جهاز إسقاط طبعا بس هو للإضاحة لما نقول عرض تجاري هو بيكون سعر التذكرة شيء رمزي طب تماما بيكون بمرحلة قطعة التذاكرة سابقا كنا بعد ما يخلص عرض التجاري نوزع الأفلام مجانا على المراكز الريفية أو المراكز البعيدة حاليا بمرحلة العرض التجاري صارنا عم نوزع ويعني مشان ما يحس اللي ساكن بالريف أنه أنا راح عليه العرض الأول أو توازي يعني قدر المستطان هنا عم نحاول ما تكون النشاطات مركزية وإنما أن يتم تعميم الفنون وتعميم الثقافي لأنه الحقيقة يعني بالأمور اللوجستية هلأ خليني بس أحكي أنا وإياك أستاذ بمواضيع التوقيت الزمن يعني منتابع على صفحة مديرية الثقافية عروض الأفلام ممكن تكون خمسة ستة تنتين ظهرا طنعي ظهرا هلأ خليني أنقلك رأي الناس هلأ في البعض توقيت الساعة 12 مش مناسب بيقول لك أنا بالشغل أنا بالعمل أنا كذا أنا من الرواد يا أخي المراكز للثقافية بس بدي وقت مناسب منطلع بره أوقات الدوامر الرسمي مندخل بموضوع مشكلة التنقل والمواصلات لهيك أنا بلشت حديثي مع حضرتك بالتوزيع هذه العروض هيدا الموضوع كيف ممكن لقيله حل أو وجدت له حل هلأ يعني عمليا يعني بشكل دوري أو بشكل على مدار السنين يعني بتتوضح صورة عن الوقت المناسب أو الوقت الأسب للعروض يعني بنشوفه نحن مثلا أنه ممكن يعني ما معقول تحضر أنت أمسي موسيقية مثلا الساعة أنت نظر يعني معروفة الأمسيات الموسيقية بتكون بعد الخامس مساء تماما يعني 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 هيدا البرمجة للعروض الحقيقة بتكون بالتعاون مع الفرق العارضة أو هلأ نحن مثلا يعني بنأكد على نقطة أنه يوم الجمعة سرعة أنه مثلا ما فيها غير يوم الجمعة تعرض يعني بننزو نضطر نحن يعني بنطرح أو بنقدم نصيحة أنه يوم الجمعة مثلا العرض صعب أو التوقيت المواصلات صعب بين المدينة والريف مثلا ممكن القرى القريبة من يعني الضواحي المدينة ممكن يحضروا فيهم يحضروا مثلا ببقية الأيام غير يوم الجمعة يعني هذا الموضوع يعني يعني الوقت المناسب نحن ما نشوفه مثلا الأمسيات ممكن تكون الساعة 12 يعني المحاضرات غالبية الوقت تكون بالساعة أو الساعة واحدة يعني قبل الأزمة الحقيقة كانت أغلب الفعالية كانت تصير بعد الخمس مساء ولكن يعني فيه ظروف بدنا نتكيف ممكن إن شاء الله إذا تحسن واقع الكهرباء أو تحسن أمور النقل أمور النقل ممكن يعني ترجع الأمور لطبيعتها طبعا هلأ نحن تذكرنا هدون الأمرين لأنه بشكل أو بآخر هنن عم يأثروا على الحضور ضمن المراكز الثقافية هذا الشيء ما فينا يعني ما فينا هلأ نحن مثلا بموضوع الأفلام أنا عممت على المراكز الثقافية أو ضمن توجيهات السيد مزير الثقافي أنه يعني بالوقت المناسب يعني مثلا بالوقت المناسب للعرض الفيلم أو وقت تقنية الكهرباء أو الوقت اللي بتشوفه بشوفه مناسب رئيس المركزي عرض الفيلم يعني ما تقيدنا بوقت مناسب بوقت كان فيه هناك ديناميكية بالعمال طيب كونك يعني ذكرت موضوع الأفلام هلأ كثير في محبين للأفلام بمحافظة اللاذيقية عم بنقلك تساؤل أنه أحيانا ممكن أنا خليني أضرب مثال فيلم نجمة الصبح فرضا حطينا عملية عرضه ضمن سبعة أيام يعني هل ترون أنه سبعة أيام كافية لحضو هلأ ممكن أنه يتمدد عرضه أو ينعرض فيه وقت هذا مطلب صراحة أنا بنقلك مطلب من قبل الناس المحبين للسينما الحقيقة الموضوع هذا يتوجه القائمين على سينما الكندي مبارش وطبيعة لأنه سينما الكندي هلأ أنا ضربت مثال مش مصبس بالضرورة هو وقت كنا نعرض نحن أفلام بالمراكز الثقافية وقت كان سينما الكندي بطور التجهيز الحقيقة كان في تمديد للعرض طالما هناك حضور طالما هناك حضور كان في تمديد للعرض وحتى كان وصلنا على رسائل على بريط صفحة مديرية الثقافية على صفحة الفيسبوك التي حقيقة فيها 60 ألف متابعة كانت وصلنا مثلا مطالبات أنه إذا ممكن تمديد العرض فكنا نخصص بعد ما يخلص العرض يوم أو يومين بالأسبوع أو عرضين الصبح لأهالي الريف أو المناطق البعيدة ووقت آخر لأهل المدينة كان تكرار العرض حتى أستاذ تمام خليني أحكي بموضوع تكرار العرض يعني هلأ ضربت مثال نجمة صفحة خليني اضرب مثال رد القضاء هلأ هذا عرض رد القضاء على مدى أسبوع رجع تم تمديده لأسبوع صح إذا كنت مخطئ المعلومات قديمة عملية إعادة عرضه ربما بعد شهر أو شهرين هذه توضع بالحسبان تعرض بناء على طلب معين بناء على شو الحقيقة بعد ما يخلص العرض التجاري تم توزيع الأفلام وعرضها بالمراكز الريفية أو بالمدينة ضمن احتفاليات أو ضمن تظاهرات معينة حقيقة نحن نشوف الفيلم اللي حاز على إقبال كبير مثل فيلم مثلا دمشق حلب الأستاذ دوريد الحام المخرج الخطيب عبداللطيف 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 لا الخطيب باس الخطيب يعني تم عرضه يعني تم لحظ عرضه مثلا أنا وأنت وأمي وأبي كمان يتم عرضه يعني الأفلام اللي لاقت رواج واللاقت شعبي ممكن يعني عرض أفلام قديمة مثلا من أرشيف المؤسسة العامة للسينما مثلا فيلم أنتو بتختاروه بناء على الإقبال بناء على الإقبال نحن نشوف نحن ضمن رصد أو يعني المتابعة للحركة النشاط الأفلام ضمن المركز وضمن العروض حتى التفاعل ضمن يعني بوقت عرضه يتم إعادة تكراره ضمن فعاليات وضمن العروض الدورية للنشاطات المراكز بالريف والمدينة تمام خليني أسألك عن موضوع الاهتمام بالشباب خلال عام 2021 كيف تركز اهتمام المديرية الثقافية على إنجازات الشباب إن كانت سينمائية أو مسرحية أو موسيقية وين أبرز ما تم التركيز عليه كيف كانت المتابعة له هيدون الشباب بعد تقديم العرض كيف تتم عملية تقديم العرض هلأ ممكن أي شاب يكون عم يتابعنا هلأ حاليا عنده رغبة يا أخي إنه يقدم بدار الأسد للثقافية والفنون منه كلمة بتتم إنه بسيطة أنا عندي عرض في ناس رح تحضر كيف ممكن تدعموه وتحتضنوه هلأ في ضمن يعني عمل مدير الثقافية هناك فريق الثقافة اللي بناء مهارات الحياة هيتقوم بالتعاون هي قديمة من أيام اللي كان في لاجئين أو نازحين من المنير الرياضي هون وتم تفعيل عمل ويعني حيث تركز على بناء قدرات أو بناء مهارات أو مواهب موجودة لدى الطفل بنواحي الإبداع كافة وبالطورة وبنشوف يعني مثلا خلال مبادرات مثلا مثلا لأ فيه عندنا اليوم العالمي مثلا نتشجيع القراءة قمنا باستقطاب الشباب اللي بيحبوا القراءة ضمن مبادر كتاب في جريد مثلا هاي المبادرة بيقوم الشاب أو أي أحد مستهدف بتلخيص كتاب وعرضه على لوح معين مثلا ضمن تصميم شو خلاصة الكتاب خلاصة الكتاب طبعا خلاصة الكتاب يعني هيك بنكون شجعنا يعني شجعنا على القراءة في مبادرة أخر مثلا اسمها جزور الجميع قمنا بعرض طبعا بالتعاون مع مؤسسة الطبيعة بالأحدود قمنا مثلا باختيار نمازج من النباتات الطبية العطرية المهددة بالأمقراض عرفنا اليافعين والشباب على هذه النباتات مثلا أهميتها كيفية المحافظة عليها قمنا باستنبات أو باستزراع حديقة صغيرة بالمركز أجل تعميمة طبعا بعد وزرعة بالمناطق التي احترقت مثلا بالمبادرات مثلا لحملات النظافة فريق الثقافي بشارك فيها يعني نحن نقوم باحتضان جميع المواهب مثلا أي حدا يريد أن يعرض يريد أن يعرض مثلا يريد أن يكون اهتمام بالفن التشكيلي يريد أن يكون يعرض موهبته الحقيقة نحن نقوم أول شيء نرى شو عنده صح هو أنا أكيد ما فيني بفتح المركز الثقافي لأي من كان تماما لازم يكون عندي الطلاع وعندي ذوي خبري تماما نحن نعرض بلجنة مختصة مثلا من الفنانين أسازي بمركز الفون التشكيلية مثلا يعني لي عرض هاي الأعمال وتقييمها ويزا حق إذا كان يعني بيستحق بيتم عرضه بصلاة العرض بالمركز الثقافي هلأ بالعروض بالنسبة للعروض الموسيقية مثلا في عنا محمود العجان اللي بيهتم بالمواهب وبنمية وفي الدراسة أكاديمية الحقيقة يعني من سن السابعة إلى أن يتخرج لي وفي عروض عم تقدم بالمركز طبعا في عروض دوري هاي ضمن ضمن الدعم يعني في عروض عم تقام بشكل دوري وبكل المناسبات وب حقيقة يعني السني كان في احتفالي للذكر السابعة لتأسيس النشاطات اللي أو أبرز ما تعلمه الطلاب بالمعهد من خلال الكلاسيك ومن خلال الأوركسترا ومن خلال أي الآلات المختلفة تمام استاذ سمام خليني أرجع شوي نحن يمكن ناقشنا الأمور اللوجستية اللي ممكن تشكلكن إشكالات شو ممكن شيء لاحظتوا بسنة 2021 تشكلكن إشكالات أخرى تم تجاوزة أو خليني أقول أنا التغلب عليها شوي بتكون يعني موازنية ضئيلة مثلا أو بدلات مثلا يعني المحاضرين مثلا بتكون زهيدة أو أجور النقل طبعا تم لحظة واقتراح رفعها وتم يعني في مقترح لرفع هذه الحقيقة تم رفع يعني بعد المقترح تم هناك رصد مبالغ إضافية رصد أجور النقل يعني ضمن الإمكانات بتصور مقبولة ضمن إمكانات عم نشوف كمان حل بوقت بوقت يعني بنبرمج لوروض بوقت أنه جيد الكهرباء مثلا بعد مشغل المولدي كمان بعد عرضها الحقيقة يعني ضمن إمكانات المتاحة يعني كان الوضع جيد بالنسبة للإمكانة هلأ بس أرجع شوي عموضوع الصوت كمان خليني إنقلك يمكن بعض من كلام الناس بالمركز الثقافي عرض الصوت هو مجهز لعرض صوت سينمائي الحقيقة أم هو مسرحي هلأ هو بشكل عام يعني الحقيقة هو يعني مجهز للمسرح أكتر ما أنه العرض السينمائي يعني وقت اللي كان مثلا صالة سينما الكندي بطور التجديد كان العروض كلها بالمركز الثقافي اللازقية كان العالم فعلا أنا يعني كانت العالم تعاني من مثلا أنه دقة الشاشة مانا بالمستوى المطلوب أو الصوت مانا بالمستوى المطلوب هلأ التجهيزات الحقيقة قديمة شوي يعني وكلفة صيانة الحقيقة مرتفعة مثلا بروجيكتور هذا الجهاز الإسقاط يعني تغيير العدسة ربما مرتفعة ضمن المكانات متاحة يعني كنا نعرض بشكل دائم ودوري صح صح بدي أرجع لموضوع الترويج كيف عم يتم عملية الترويج بيلعب كتير دور يعني عم تقتصر المركز الثقافي أو مديرية الثقافي على بوست على مواقع التواصل الاجتماعي من أجل الدعوة أم هل هناك إعلانات طرقية أم هل تستخدم ربما الشاشات التلفزيونية الإذاعات من أجل الترويج لعرض أو كل العروض أم تختارون عروض بعينها الحقيقة نحن ضمن ما طلب مننا في الوزارة يعني إظهار استقصاء للزوار المراكز إن كيف سماعهم أو من كيف عرفوا بالنشاط هذا سؤال عبر وسائل التواصل أو عبر صديق ربما عبر وسائل التواصل أو عبر الإعلان أو عبر الدعوات الرسمية الحقيقة كان فيه نسبة كبيرة أو نسبة فوق 90% بتصور أنه سماعوا عبر وسائل التواصل الاجتماعي يعني بصير توجهكم إلى يعني عم نشوف نحن وقت بيكون فيه مثلا عرض لحفي معين طبعا بيكون هناك في نخبر للإعلاميين طبعا في لتغطية لتغطية هذه الفعالية ثم مخاطبة الوسائل لتغطية الفعالية ويتم عرض منشور مثلا على الفيسبوك عن هذه المناسبة أو هذا العرض بحقيقة نشوف الصالية مثلا يعني كانت ممتلية فهذا الدليل على أنه مثلا يعني المتابع للنشاطات أو متابع للأخبار أو متابع للثقافة يعني بإمكانه المعلومة عم توصله أو الإعلان عم يوصله أنه في عرض بالمركز صح وهذا مجاني مثلا يعني ما بيكلفنا مثلا أبدا صح صح للأماني تماما لهيك الواحد ممكن يرجأ له أكتر وأكتر يعني بخاصة لأكبر شريحة ممكن تقريبا كل العالم مستخدمة للمواقع تماما هلأ يعني ستين ألف مشترك متابع على صفحة مديرة الثقافة حقيقة هي بالنسبة يعني مقبولة يعني يستصل المعلومة للجميع مع التواقيت فين يوصل وأسهل طريقة معك حق تماما بالنسبة للمراكز الريفية كمان هلأ في صفحات تعاون مع المجتمع الأهلي طبعا يعني بيكون في تعاون مع مدرسة الناحية أو مدرسة المنطقة أو الفعاليات بالمنطقة أو بالريف أو بأي منطقة موجودة في المركز بيتم يعني تشبيك خلينا نقول مع الفعاليات الأهلية مع المهتمين مع المثقفين في تلك المنطقة وإخبارهم بمسلا بصفحات الفيسبوك أو اخبارهم برسائل نصية طبعا كمان رسائل نصية ضمن الوسائل المتبعة لإصال الترويج أو المتلقي رسائل نصية يمكن في صفحة لمديرية الثقافة على التليجرام أو واتس أب لا بس صفحة على الفيسبوك وفي رسائل نصية في رسائل نصية تيكس التليجرام ما كتير يعني لموضوع الإخبار وإيصال المعلومة أكثر آخر موضوع بدي أحكي مع حضرتك أستاذ بالنسبة للتغذية الراجعة من قبل خليني يسميهم زوار المراكز الثقافية ممكن يطرحوا أي فكرة ممكن يطلبوا عرض معين كيف يتم التعامل مع هكي حقيقة ضمن هذه التغذية الراجعة حكينا عننا ضمن الاستبيان اللي عم نوزعه سؤال أسئلي كيف كان مثلا يعني تقييمك لأداء المعد كيف تقييمك لأداء المحاضر كيف كان استقبال المركز الثقافي كيف سمعت بالنشاط بالنهاية كان في مقترحات يعني تم مثلا ملؤها من قبل الزوار الزوار يتم لحظوها بعين اعتبار وارسالها دوريا إلى الوزارة يعني طبعا إذا كان الموضوع بنحل أو مشكلة لوجستية بتنحل ضمن المديرية ثم حلها وأن لم يكن مثلا الموضوع تحتاج إلى الوزارة أو قرار وزارة موضوع وزاري يتم رساله إلى الوزارة يعني هناك اهتمام بهذا الموضوع هذا موضوع جدا بالإضافة إلى رسائل الصفحة أو التعليقات للجمهور عن أي موضوع معين أكيد بالتابع طبعا أي شئ هاي في نتعة الحقيقة محط اهتمام من الإدارة ومن العامل بما تبقى لدينا من وقت أستاذ مع لي شوي صحيح نحن حصاد 2021 بس خليني استغل بداية هذا العام بربما الخطة أو الخطوط العريضة لخطة المديرية الثقافية للعام القادم العام الحالي الاهتمام بتكوين ثقافة الطفل الاهتمام ببراز عناصر التراث اللامادي الحقيقة كان في دخول القدود الحالبية لقائمة اليونسكو للتراث النساني الاهتمام ببراز التراث الاهتمام بتكوين ثقافة الطفل بتركيز على الفعاليات النوعية الاهتمام والتشبيك مع المجتمع الأهلي المجتمع المحلي مع المبادرات هذه أبرز القيام بأفكار جديدة تشجيع القراءة معارض الكتب الحقيقة بالإضافة إلى الأبواب السابتة والمتقيات السابتة التي من قيمها كان في عنا ملتقى قافي بحديث المتحف الوطني ملتقى الألوان المائية بحقيقة كان في كتير عروض لا تصور يعني العروض الأساسية تماما 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 عاداتنا وتقاليدنا وإضافة للعروض الدورية ضمن المراكز ضمن المراكز المحاضرات النشاطات الندوات التركيز على الاحتفالية مثلا بأيام معينة مثلا يوم التشجيع القراءة يوم الطفل العالمي يعني مهتمين بكل النشاط إن شاء الله مستمرين فيه إن شاء الله يا رب يمكن لعل أبرز حدث ثقافي سوري دولي خليني أنا سمي حدث العام الماضي هو دخول القدود الحلبية إلى لأحتل اليونسكو بعمل مشترك ما بين وزارة الثقافية والأمان السوري للتنمية تماما الحقيقة وعام يتم يعني الإعداد لملفات قادمة والموضوع يعني كان فيه إدراج الوردة الدمشقية كان فيه إدراج لمسرح خيال الظل والسن الماضي كان فيه القدود الحلبية الحقيقة طب يعني يتم كمان حصر قوائم التراث أو عناصر التراث اللامادي في المحافظات أيضا الاهتمام بالتراث المادي التغطي يعني هناك خريطة رقمية الحقيقة عامية تم إعدادها بمدرية الأسار والمتاحف لكافة المواقع الترميم الماته الدام الحقيقة يعني الاهتمام بالتاريخ والتراث المادي وعرضه والعمل عليه دم الملفات من قبل وزارة الثقافة ومن يساعد كمثال الأمانة السورية من أجل الوصول أكثر وأكثر إلى اللوائح الدولية والعالمية استاذ تمام ما ضل غير أني تشكرك جزيل الشكر على قبولك دعوتنا لليوم وعلى هذا الحصاد المختصر خليني أنا أسمي لأنه ما شاء الله ملخص عام ما فيني أكيد لا أختصره بنص ساعة أو ساعة من الزمن شكرا جزيلا يعطيكم شكر قناة وقريت على التغطي وعلى الدعم المستمر شكرا لكم الله يعطيك رفع فيه طبعا يبقى الشكر الأكبر لكم مشاهدين الكارم على طيب وكرم المتابعة نودعكم على أمل لقاءكم في حلقة جديدة قادمة دمتم ودامت صحتكم بألف خير